سباح الخير ومس الخير كيراكم دايرين غاية لابس خوتي اخواتي وخالاتي ان شاء الله قاع راكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله يا ربي جبت لكم المجمر المشي المحمر يعني هذا هو المجمر كما كانوا يدروه بكري جدتنا كانوا يطيبه فوق الجمر مكان لا فورن ولا غاز لا يديك لا يردك المهم اللحم فوق الجمر يعني بطريقة المحمر يعني روعة روعة بنا مختلفة لماذا لم تجربته غير جربه ركيب مراطية بزاف المهم انا ما جربته في طاجين المهم جربته فيها سوبياغ العادية 30 ميل ولا شحر المهم جربته فيها مع العلم ما بيتهاش في الماء ولا الحليب ما درت لها شقع مباشرة طيبت مع العلم هذه تطيبة الزوجة تطيبة اللولة درتها في الكويزينياغ ما كاش كي مالريسك تاع الكويزينياغ وانا دخلتها في الكويزينياغ ونورمال سلامات المهم طيبة اللحم حمر روعة وطيبة يذوب يذوب كما لا كنت شوفوا المهم جيبيها تمسحها بشوية على الشحم ولا دهان انا مسحتها بالشحم هكا المرسوت على الشحم ثم تسد فيها تسد فيها تسد فيهم عادي مهمة كما نقولوا ما ترسيهاش بزع فخلي لها الوسع من تتناهز كما كنت شوفوا ونبدأ ندير في التتبيلة عادي كما من ندير المحمر ندير اول حاجة ثلاثة فصوص ثوم ونستحبه اوه وندير نزيد الملح وفلفل كحل و سكن جبير كمية ملحة للملح ونضغط نعمروها زيت و ندير ورقة رند بالنسبة لما ندرت كاس كبيرة لأم والد بس اخليتها فوق الجمرة تماما تخافيش عليها تديريها و تروح يقاعد و هي رهي الطيب ما تنشف ما تنحرق كي تحلي عليها تخليها تتجمر و ينشف تنشف هالي كلاسوس عادي المهم فالولا ما تريسكيش خاصك تديريها شوية تعلم يبغاوا خلو نصف كاس و يطيولونها في الطياب مثلا ا Empire تكون حامية فوق المجمرة وتضعها في مكان بارد تضطردك المهم هذا علشان نغصيكم وما تزيدون لها شلمة ردوا بالكم تنشف لك وتزيدين لها الماكي تنشف ما تزيدين شلمانيها ايا وما تزيدين تزيدين حامية نضعها فوق المجمرة وتشوفوا المجمرة كيف يشعرها كيف يشعرها حمر لازم يكون حمر لازم يكون حمر بعد مرور ساحتين كاملة حليت عليها باش نشوفها طيبة بارك شادرت قلبت بالغير بالشوية وبالسياسة قلبت للي مخصو لي كانوا من تحته رديته من الفوق و لي كانوا الفوق رديتهم من تحته غير بالشوية ساستها وقلبتها باش هادوك لي كانوا من الفوق يشربو لي شوية من ديك لاصص ومن ديك البنة ويضراكم معارفين اللاصص هذي كتريهم اكتر وكتر المهم عاود غطيت عليها نص ساعة واحد اخرى تسمى ساحتي نونس كي فاتت نص ساعة عاود تقلحت لها هاداك الغطاء وخليتها تجمرت يعني غير هكاك خليتها دات ريحة الجمر ونشفت راكم تشوفوا فيها ها كي قلحت عليها الغطاء غادي تنشف ويتبخر تتبخر هاداك الغصص وتتجمر تحسوا اللونة على الحم تبدل وهذه هي كي تقلعوها من فوق الجمر ماذا بيكم تحطوها فوق سربيتة تكون يعني مشي مشمخة ولا دو حطوها في مكان دافي ما فيهش الماء ومشمخة او كونتاكت مع حاجة باردة وتبدو تسربو فيها عادي المهمة هادي كي تكون حامية ما تمس هاش حاجة باردة وصاي هذا علشان وصيكم المهم وهذا هو اللحم بتزعنا الحم المنجمر ابنين بزاف 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 جيس بغاعد تجربوه وما دام راه العيد الكبير وقع جس بغاعد تجربوه يا زعماس يخطو لي عندهم لاسو بياب ولي عندهم تشوفوا كيفاش يجي طايم يجي تسنسر الفيديو اللي قلحت لكم فيها العظام هاكا تبريمالي من زهري وزهركم هاكا المهم هاكا لادم يطير ديجا طايرة كم تشوفوا في بريرة طاير غير تجيب ديها وصاي المهم قلت لكم لازم تجربوها ان شاء الله اللي عندهم القدرة تعطين يعني الطين الاصلي مشي هاد لاسو بياب يقدو يديرو فيها عادي شتوانا لاسو بياب حطيتها فوق الشواية شوفوا الباب رغيط غيط 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 طبخني اما لي عندها قدرة تطين ومتينة وتاكل عليها تحطها في الجمر مباشرة ونفس الطريقة تحطها فوق الجمر وتخليها طيب اما لازم ترفضوها شوية وديروها فوق الشواية خاصة اللي بغيط طيب فيها اول مرة طيب وفيها ما تخافوش قلت لكم ان العبقيم يا فوق طيبت فيها الزيتون في الكوشة في الكوزينياغ زعموا قلبي يحبسوا كعا تخايفتها غلات الترتقلي والترتقلي الكوزينياغ مي الحمد والله سلامت هدا هو اللي قدم المحتوى يلق لهي ريسكي ولق لهي يجرب باش يوري للناس جاسبا غير باش يديرو لي ذيك الجماجم الشابة ديرو لي جمجوم الجماجم ديرو لي جمجوم الشابة هكا باش الواحد يحس بلي تعبه مرحش خسارة يعني جاسبا غ يعني فضلا وليس امرا وليد خلتوا جدد معايا مرحبا بكم غالياتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم استودعكم الرحمن الذي لا تضيعوا ودائعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة